بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكل المتابعين عندنا هذا البلاور هذا البلاور طبعا جانا من الشركة يعني جديد عاطل هذا يدل على انه سيطرة نوعية ماكو الملف ماتة ألمنيوم ابيض لقيت اكو قطع هنا قطع بهذا المكان هذا المكان لازم يتوصل اذا شوفون هاي السبرينجة هذا يرتبط بها واحد من الوايرات دوني والسبرينجة الثانية اللي يراحل الفحمات يرتبط بها الواير الثاني هس راح ارتبها طريقة الرابط ماتة حتى تفتهموها عندنا ذاك فوق ملف والجوه ملف آخر وعندنا الكوميتيتر نقصد به هذا المكان اللي يتمشي على الفحمات هذا المكان هذا العرميتر ماتة هنا يقعد هاي الشكل بهاي الطريقة طبعا الفحمات لازم نطلحها حتى يطلع بسهولة زين عيني طريقة الرابط ماتة الميتين وعشرين تدخل على احد الملفات الطرف الثاني مع الملف وين تروح للفحمة اللي هي على الكوميتيتر فاذا كل ملف هنا يربط بها واير كهرباء وواير فحمة الملف المقابلة ايضا واير كهرباء وواير فحمة وقلنا الملف الاخر يدخل عن طريق سويتش حتى نقدر نشغل ونطفيه هذا السويتش وين يروح للملف مالته وايضا للفحمة فطريقة العمل مالته او الربط بهاي الطريقة الآن احنا فتحناها لازم شو سوي نطلع هذا النوابض هذا الاثنية لاحظ هذا النابض حالق على شكل نابض حتى تلزم على هذا المكان وراح نفتح الثانية ايضا زين عيني راح الحمهن واشكل الملف وبعدين يلا نشد الفحمات فهس راح الحم الوايرات لان اجا اصلا ما يشتغل بعد ما كملنا الربط نحن نفحص على السرياس اذا اشتغل عندنا هسا راح نجي نكمل الباقيات طريقة الربط مالته هذا لازم نضربه نشرينج نضربه عشان ناطع ناية هذا نفس الحالة نشد البراغي المثبتة بعد ما ثبتنا السويتش ماته ونشوف الاحمر وين داخل المطار مباشر الازرق راجع ورايح طرف كهرباء وبعديين طرف الكهرباء الثاني للسويتش يعني الكهرباء الثاني راح تجي عن طريق السويتش للاحمر زين عيني بعد هذا نشد نجي نشد هذا الكفر براغي اربعة بعد ما كملنا راح نربطه على السرياس لاحظ هذا على السرياس قام يشتغل بعدها نشد المروحة اكو بها قطعين يمين ويسار ونخلي هذا الواشر والنت راح نضبه ونشغله قبل ما اه نشده نهاي هنا بعد ما شدين المروحة طبعا تجاه المروحة راح يكون هالشكل يعني مو هالشكل بها الطريقة لاحظ راح نشغله خلي نشوف بعدها راح نشد هذا الغطاء نشوف تجاه الهو راح يصيد هنا بعد ما كملنا راح نشوفه هنا كملنا بس حبيتنا نربح على عدة نقاط لازم ينفتح بالتسلسل التسلسل الاول تفتح الفحمات التسلسل الثاني تفتح هذا الغطاء تفتح المروحة يطلع عندك هذا الغطاء كامل هذا تفتح النوب الاربع براغي مات الذراع ويطلع عندك الكويل والارميتشر تحياتنا لكم وشكرا جزيلا